أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قصيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون بسم الله وبحمد نبدأ خطفة جديدة في رحلة إيمان في رمضان أخباركم إيه مع رمضان؟ دخلتوا في الأجواء ولا لسه؟ أنا أعرف أن ممكن حد يكون حاسس أنه لسه بعيد شوية وأنه لسه ما حسش بالخشوع وروحانيات رمضان بس دوارد وطبيعي ومع الموضبة على صلاة الترويح إن شاء الله وعلى الالتزام بالورد اليومي من القرآن ربنا هيمنى عليه وعلينا جميعا بنعمة الاستمتاع بروحانيات وإيمانيات الشهر الكريم ربنا يعيننا جميعا ويتقبل منا صالح الأعمال أنا بدأت معاكم النهاردة بقراءة أول آية من الجزء السابع زي ما تعودنا هنتعرض دلوقتي لشرح بعض الأحكام البسيطة من التجويد كل واحد يمسج المصحف الخاص به ومعاه ألم وصاص عشان نعلم به له وحتاجنا توكلنا على الله النهاردة بقى هنعرف حكم من أحكام التجويد من بارحة إحنا خدنا حكم الإظهار طبعا ما زلنا نتكلم عن النون الساكنة النهاردة إن شاء الله هنعرف يعني إيه إدرام الإدرام في اللغة يعني الإدخال طب كمصطلح تجويدي هنقوله الأول كده وبعدين نشرح كلمة كلمة ببساطة إن شاء الله الإدرام هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعا واحدا يعني إيه الكلام ده؟ طبعا بنقول إننا نحن نتكلم عن النون الساكنة مش أي نون النون الساكنة النون الساكنة لو جاء بعدها حرف من حروف الإدرام اللي أنا لسه هقولهم دلوقتي بنعمل إيه؟ بتسقط النون تماما في الحرف ده فيتحول الحرف ده لحرف مشدد خليني الأول كده أخذ مثال علشان نقدر نوضح منه في الآية 80 من سورة المائدة عندي كلمة كثيرا منهم نتفقنا إن كلمة كثيرا فيها تنوين يعني أخرها نون ساكنة جاء بعد النون الساكنة دي حرف المين فأنا عملت إيه؟ قلت كثيرا منهم ما نطقتش التنوين خالص ليه؟ ثقة النون بالكامل النون دي اللي هي نون التنوين الساكنة أصبحت مين طيب خلينا الأول نقول يعني إيه هي حروف الإدرام علشان لو شفنا حرف من حروف الإدرام بعد النون الساكنة أو التنوين نطبق هذا الحكم حروف الإدرام مجموعة كلها في كلمة يرميلون يعني عندي ست حروف الميم النون اللام الوار الياء الراء النهاردة إن شاء الله مش هناخد الحروف كلها هنقسمهم لنوعين في حاجة عندي اسمها إدرام بيغنة وإدرام بدون رنة النهاردة هندرس الإدرام اللي بيغنة وهو مجموع حروفه في كلمة ينمو يعني عندي أربع حروف لو شفت حرف منهم جه بعد النون الساكنة أو التنوين هنطبق حكم الإدرام اللي احنا رسا متكلمين عنه دلوقتي هما الحروف دولة ينمو يعني الياء والنون والميم والواو زي ما قلنا من شوية كده على الميم كثيرا منهم عملنا إيه أسقطنا النون بالكامل لم أنطق نونا قلت كثيرا وقفت انتقلت من الراء إلى الميم مباشرة وطولنا في زمن الميم المشددة لأن احنا قلنا قبل كده أن أي نون مشددة أو ميم مشددة بنطول في زمن الغنة فقلنا كثيرا منهم نفس الشيء عندي بسلا في النون احنا هنا خدنا مثال على التنوين في عندي مثال تاني على النون في الآية 79 عن منكر فهنا النون الساكنة جاء بعدها إيه؟ ميم وقلنا الميم هتبقى حرف من حروف يرملون اللي هي حروف الإضغام فهنا انتقل من العين إلى الميم مباشرة مش هقول عن منكر لا أقول عن منكر الأول أنا عايز أوضح أن الأحكام اللي تجويد بصفة عامة واللي احنا خدنا منها الإضغام النهاردة دي بتأتي للتسهيل على جهاز النطق يعني هو مش اختراع احنا العرب قديما كان هي دي طريقة النطق عندهم بدل ما أقول لو يعني جربوا معايا كده أقول عن منكر هتلاقي أني فيه صعوبة لو قلناها وأضغمنا النون بالكامل عن منكر فيه سهولة أكثر في النطق زي ما قلنا أن اللغة العربية لو كنا احنا محافظين عليها ونتكلم لغة عربية صحيحة مكناش نحتاج أصلا أن احنا ندرس أحكام التجويد فاحنا كل اللي يهمنا أن احنا ننطق القرآن كما كان ينطقه الرسول الله عليه الصلاة والسلام عن سيدنا جبريل عن رب العزة فإذا عندي لو جاءت الميم أو النون أو الواو أو الياء بعد النون الساكنة هنضغم النون يعني ايه يعني هتسقط النون ولن ننطقها طيب الكلام ده هيكون عندي مثلا في الميم وفي النون الواو والياء مختلفة شوية ليه خلينا مثلا ناخد الآية 84 عندي مثال أن يدخلنا النون جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف من حروف ينمو اللي هو الياء هعمل ايه هنطق الياء احنا قلنا أن الحرف اللي بأضغم عنده بيتحول إلى حرف مشدد قلنا يصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني زي ما عملنا كده في عام منكر فأصبحت النون الساكنة سقطت في الميم فأصبحت الميم مشددة أي يدخلنا نفس الشيء ولكن أنا ما بقولهاش أي يدخلنا لا بتبقى من النون غنتها يعني هقول أي يدخلنا يبقى الأول الياء الأولى نقولنا الياء أصبحت مشددة فالياء الأولى اللي هي الساكنة بنطقها نصها ياء ونصها غنة فبقول إيه أي يو يبقى أنا كده نطقط الياء الأولى أي وبعدين أنطق الياء الثانية صافية بدون غنة أي يدخلنا تمام طيب لو كنت أنا بقى نطقطها إن بعض الناس بتنطقها أي يدخلنا بدون غنة يعني أي يدخلنا لأ لازم الياء الأولى أو الياء المشددة تكون الأول هننطقها الأول مغنونة وبعدين ننطقها الياء صافية أي يو أي يدخلنا تمام عندي مثلا في الآية تسعة وتمانين مثال ولكن يؤاخذكم نفس الشيء ولكن يؤاخذكم إذن بننطق الياء الأول مغنونة نصفها صوت الياء ونصفها صوت الغنة يؤاخذكم وننطق الياء الثانية بدون غنة خلينا برضو نقول ونوضح شيء إن دايما دايما لما تلاقي النون الساكنة معاليهاش علامة السكون اللي موجودة في المصحف نعرف إن هنا عندي حكم ولكن يؤاخذكم هنا النون معاليهاش علامة السكون في المصحف فبالتالي أعرف إنه عندي حكم هشوف الحقف اللي بعدها إيه؟ الحقف اللي بعدها ياء من حروف ينمو اللي هو الإدغام بيغنة إذن هنطبق في حكم الإدغام